اشتركوا في القناة تأسيس للناس الكهربية دوات عشان نعمل الفرشة او اللي انا بسميها دايما كده الاواعد اللي اشتغل عليها بعد كده ابني بقى دور اول دور تاني دور تاني دور رابع دور خامس زي ما انا عايز اساس متين عشان كده التكينة او او على بعض المصطلحات الكهربية ما اشتغلنا مع بعضنا في المحطة الاولانية خالص كالتعريف الجهد والطيار والمقاومة ربطناهم مع بعض كده بحاجة اسمها قانون اوم وده اشتغلناه كتير او في الابتدائية والاعدادية جينا اكد عليه في سنة اولى سنوي ان احنا عندنا حاجة اسمها قانون اوم بيربط العلاقة بين الجهد والطيار والمقاومة وعرفنا ايه التلاتة دول وظيفتهم في الدالة الكهربية كلمنا عن الدالة الكهربية كمكون وكمونات وايه هي لازمتها الدالة الكهربية والدالة الكهربية ديت ام تاخد منها كهرباء وامت تطلع لكهرباء بعد كده اتعرضنا لحاجة مهمة جدا اسمها المقاومة قطعنا فيها شرط كبير او كتعريفات وانواع واشتغلنا توالي وتوازي وتضاعف اللي هو التوصيل اللي انا كنت دايما بسميه كده كوكتيل شوية توالي مع شوية توازي دخلنا على المكسفات وعرفنا وظيفتها اساسية ايه في الدالة الكهربية في الدوار وعملت طفرة كبيرة جدا في الصناعات الكهربية المكسف اللي احنا كنا بنشوفه دوت وممكن كنا بناخدش بنا منه لكن لما اشتغلنا على المكسف عرفنا انواعه عرفنا مميزاته عرفنا بيشتغل ازاي وبيشحن امتى ويفرر امتى عرفنا المكسفات لما وصل على التوازي بتديني قد ايه لما وصل على التوازي بتديني قد ايه دخ على محطة كبيرة بقى جدا في حاجة اسمها تحليل دواري الكهربية اشتغلنا على تحليل قانون كرشوف الاول والتاني اشتغلنا على نظرية سيفنين للطيارات الكهربية وعرفنا ازاي نحسب المقاومة او الطيار اللي ماشي في مقاومة معينة بدل ما حسبه في الدائرة كلها عن طريق نظرية سيفنين افلنا الترمي كده بمراجعات مهمة جدا ليكم وانا كنت يعني على ثقة وبيقين ان انتوا ان شاء الله بازن الله تكونوا حققت واعلى الدرجات واعلى الامتيازات بازن الله في الترمي الاولان. الترم بالتاني بقى حاجة كده لزيزة حاجة كده ايه بيسموها كده سلاي خفيفة كده حاجة كده يعني ايه برضو هتكمل السلسلة اللي فاتت كان فيها جزء مهم جدا اللي هو الطيار المتغير اللي احنا اشتغلنا عليه بس كنا بناخد التعريف وبنعد عليه كده مرور الكرام زي بقوله النهاردة بقى هنشتغل على دوائر الطيار المتردد كلمنا لو تفتكروا كده في اول ما اشتغلنا طيار متغير قلنا بيجي منين قلنا واحد اسمه فرداي جاب كده بجلمة نطيس وحط فيه موصل قال لي اذا قطع موصل صحة مغناطسية يعني القطب الشمالي والقطب الجنوبي بيستنتج في الموصل دهوت قوة دفع كهربية ودي نظرية عمل المولدات اللي موجودة في كل الدنيا طيب الطيار المتردد دهوت اشتغلنا على حاجة اسمها المقاومة اشتغلنا على حاجة اسمها الملف وحاجة اسمها المكسف تاني يا مستر هناخد الحاجات ديت اه هناخدها تاني وتالت ورابع وخامس بس بدلا ما كنت بادرسها كأنواع وكفكرة وكتشتغل ازاي في الدارة الكه ارابية هدرس دراسة وافية عشان لما حطها في دايرة الطير المتغير اعرف المقاومة دي بتعمل ايه اول كومنت خدناها لما حطينا المقاومة مع الطير المتغير استنتجنا حاجة مهمة جدا ان الطيار والجهد في اتفاق وجه واحد وفصصت الكلمة ديت او فصرتها كده يعني تفسيرا يعني قعدنا فيه شوت كامل وقدت لك يعني ان اتفاق وجه واحد يعني الجهد والطيار ماش標 مع بعض ايتهم في ايد بعض كده هتلعوا سلم مع بعض نزلوا السلم مع بعض خرجوا الشرع مع بعض ودا تشبيه للطيار والجهد في دائرة الطيار المتغير لاتنين في اتفاق واجه واحد يعني الزاوية اللي بينهم زيروا شلنا المقاومة وحطينا ملف لان الملف اقال بالدنيا الملف قال لك لا انا مش اصالحكم على بعض انا هعمل ايه بقى المقاومة هنا كان بتعمل حاجة جميلة جدا في الجهد والطيار بتخليهم ماشرين مع بعض الملف لما تحط في دائرة الطيار المتغير والملف ده زي ما قلت لك كده مفيش بيت عندنا مفيش ملفات فيه المحرك بتاع الغسالة ده عبارة عن ملف المحرك بتاع المروحة ده عبارة عن ملف محرك جميع المحركات اللي عندنا حتى محرك كل دي محركات يعني اساس شغلتها اصلا عبارة عن مجموعة ملفات تصنع من سلك النحاس الاحمر المعزول بالورنيش الملف بقى لما يتحط في دائرة الطيار المتغير بيعمل يا مستر اللي بيقدم الجهد عن الطيار بزوية تسعين يعني الاتنين مش بيطيقوا بعض واحد لازم يسبق التاني بخطوة والخطوة دي لازم تكون تسعين درجة المكسف ما كانش عاجبه كلام قال للمقاومة انت كنت ماشي مع الطيار جهد والطيار كانوا ماشيوا مع بعض الملف لما دخل على الدايرة عامل فيها ايه خلى الجهد تقدم عن الطيار بزوية تسعين المكسف صيب عليه الطيار قال له لا ده انت لو تحطيت معايا في دايرة الطيار الكهرابي هخليك تتقدم عن الجهد بزوية تسعين يبقى المقاومة عملت ايه خلت الجهد والطيار في اتفاق واجه واحد وشفناها مع بعضنا بالرسم البياني اللي عملناه الملف لما تحط في الدايرة الكهربية طيار متغير خلى الجهد تقدم عن الطيار بزوية تسعين واستنتجنا شوية علاقات رياضية كده وحلينا بعض التمانين المكسف بقى لما تحط في الدايرة عمل ايه عمل طفرة كبيرة قال للطيار انت ظلمت معايا في الملف تعال بقى معايا هنا انا هخليك يا طيار متقدم عن الجهد بزوية وتسعين وده التلات كومنتات اللي قلنا عليهم في حلقات كتير قوي وقلت لكم خلوا بالكم منهم قوي لان ده اساس شغلنا في الطيار المتغير هنكمل بقى النهاردة ان شاء الله في حلقتنا بعض التطبيقات الرياضية لما حط ملف مع مع مقاومة واستنتج لاتنين مع بعض واحنا ممكن نعمل كده او ممكن نعمل كده مش احنا خدنا كل عنص الواحد باولاد هناخد بقى النهاردة مقاومة مع ملف وخدناها قبل كده لو حطيت المقاومة مع الملف ايه اللي يحصل واستنتجت بعض التمارين او بعض النظريات الكهربية او القوانين اللي هشتغل عليهم هيجي بقى النهاردة دور ايه هتطبق النهاردة مقاومة مع ملف بعد كده نشتغل مقاومة مع مكسف بعد كده بقى ناخد التلاتة مع بعض هو ينفع ان انا نركب مقاومة مع ملف مع مكسف اه طبعا كل واحدة من دول لها سمة كل واحدة من دول لها خصائص لما يتحط المقاومة مع المكسف مع الملف على التوالي. هستندك حاجة حلوة قوي. وهطلع من حتة جديدة. هبرضو هنخش عليها ان شاء الله في حلقتنا النهاردة. اللي هو الرانين. ويعني رانين دايرة كهربية. تعالوا بقى نبدأ كده ان شاء الله من حس انتهينا الحلقة اللي فاتت. هناخد تطبيق صغير. عن اللي خدناه. لو انا عندي مقاومة وملف. وصلتهم لاتنين مع بعض بالتوالي. احسب لي بقى الطيار اللي ما شاء قديه. وهتلقمة المقاومة الكلية اللي انا سميتها زد. وطلعنا بتلات مسلسات. هفكركم ان شاء الله بيقوم كده. واحنا شغالين بنحل المسألة. بيقول لي ايه بقى الرجل? بيقول لي عندي ملفة هوت. الملف ده هوت اللي هو الاسود المزلل ده هوت. متصل بنقاومة. قيمة المقاومة امتين وخمسين قوم. الملف قيمته تمانية من عشرة هنري. واتفقت معاكم. اول معيناك تجي على كلمة هنري. هتوقف شوية. هتحولوا القوم عن طريق العلاقة اللي بتقول لي اكس اللي بتساوي اتنين باي اف. ال وهنشوفها كمان شوية. عايز يحسب ايه بقى? بيقول لي الجهد اللي داخل في الدايرة كله اتنين واربعين فولت. التردد اللي داخل خمسين زبزب على الثانية. فاكرين كلمة التردد اي جهاز كهرابي بنشتريه? بتلاقي كده مكتوب لك عليه جهد اديه وتردد اديه. تردد مصر والمعظم دول العالم خمسين زبزب على الثانية. وكلمة التردد لما جينا عرفناها قلنا هي عدد الزبزبات او النبضات في الثانية الوحدة. طالب ايه بقى الراجل? قال لي هت الممانع الحسية اللي انا سميتها اكس ايه? المقاومة او او المعاوقة الكلية اللي انا بسميها زد. عايز شدة الطيار اللي هو اي. طيب احنا خدنا ديها لقبل كده لو تفتكروا كده افكركم. ده ملفة هو موجود مع مقاومة. طول ما الملف موجود مع المقاومة يا ولاد الجهد بيتقدم عن الطيار برافو عليكم بزاوية تسعين درجة زي ما اتكلمنا في حلقات سابقة. طيب المقاومة هنا المحطوطة هي بتعمل ايه? بتخلي الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد. يعني الدايرة دي هيبقى جهد المقاومة ماشي مع الطيار. لكن الجهد اللي في الملف ده هو متقدم عن الطيار الكل بتاع الدايرة بزاوية تسعين درجة برافو عليكم. عشان بس الكومنتات دي مهمة جدا كملاحظات بناخدها كده وبنستنتجها وياريت نكتبها كده افورة وقلم لان دي هتيبقى معانا طول الفترة. تعالوا بقى نشوف المسألة بتتحل ازاي? بيقول لي ايه? هو الداني في المعطيات ايه? تمانية من عشر. الداني الار بامتين وخمسين اوم. الداني التردد بخمسين زبزبعة الثانية. الداني الجهد الكلي اتنين واربعين فولت. قال لهات الاكس ال اللي انا هسميها الممنعة الحسية. الداني زد. عايز زد اللي هي الاعاقة الكلية او المقاومة الكلية اللي دايرة. عايز الطيار اللي انا برمز له بالرمز اي. نبدأ الاول بايه بقى? انا عايز اكس ال. برافو عليك. وسامع بنت شطرة بتقول لي يا مستر اي اكس ال اللي في الدنيا بتساوي اتنين باي اف ال. كل اللي انت هتعمله هتشيل اتنين وتنزل بيها. هتشيل باي وتنزل بيها اللي هي تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشر على سبعة. التردد عندنا بخمسين احطه خمسين. اللي مدهالي بتمانية من عشرة هنري احطها تمانية من عشرة هنري. الا حسبة كده اضرب كله ببعضه. يطلع الناتج امتين واحد وخمسين قوم. طب تعالى بقى نجيب الزد. مش انت بتقول لي يا مستر الدايرة دي فيها مقاومة وملف. بما انه الدايرة فيها مقاومة وملف. لو انا عايز اجيب الاعاقة الكلية هربع قيمته المقاومة وربع قيمة الملف بعد ما حولته ال اكس ال. واجبلهم الجزر التربيعي. بساطة كده. كل اللي انت هتعمله هتشيل الار تربيع اللي هو مدهالك في المعطيات بمتين وخمسين. بس هتربعها. يعني تضربها في نفسها مرة. وتحط ال اكس ال اللي احنا لسه جايبينها حالا متين واحد وخمسين تربيع. بالقلل حسبة بتاحتك. اجمع الاتنين دول وهتلوم الجزر. يطلع الناتج تلتمية خمسة واربعين قوم. اخر حاجة عايز يجيبها الراجل الطيار. لو تفتكر قانون قوم لما خدناه في الترمي الاولاني كان بيقول لي ان اي طيار في الدنيا بيسوي الجهد على الاعاقة. واي طيار جهد على مقاومة. هنا بقى انت خلي بالك. دي تسمعها مقاومة. والار اسمها مقاومة. والزد بقى اسمها المقاومة الكلية. عشان كده لما تيجي تحسب الطيار في دائرة توالي سواء كانت ملفة او مقاومة او ملف ومكسف. او التلاثة مع بعض ما تتعبش نفسك كتير. كل اللي انت هتعمله. هتقسم الجهد على الاعاقة الكلية اللي انت لسه جايبها حالا. هتقول لي الجهد الكل من دولي ب42. الاعاقة الكلية من دولي ب345. اقسم الاتين دول بقى حسبة. يطلع الناتج مية وتمنتاشر من الف امبير. وده طيار صغير جدا. نتيجة ايه بقى برافو عليكم ان المقاومة هنا كبيرة جدا. كل ما المقاومة تكبر كل ما الطيار بيقل. وده كلام كده بفكركم به زي ما اخدناه في التلمي الاولان. طي بيقول لي ايه بقى. احنا خدنا المقاومة والملف. وخدنا المقاومة والمكسف. تعالوا بقى ندرس النهاردة مقاومة مع ملف مع مكسف على التوالي. يعني التلات حاجات مع بعض. دي هتفرق معي. اه هتفرق معي. تعالوا كده نبص مع بعضنا. هنا المقاومة اسمها الر. الاكس اللي ديت اختصال للممنعة الاستنتاجية اللي هي الملف يعني. والاكس سي اختصال لكلمة الممنعة السعوية اللي هي المكسف اللي احنا دلسناه واحدنا فيه فترة طويلة نتكلم عنه. الجهد اللي داخل في الدايرة اه مش دي ده هين التوالي يبقى الجهد هنا هيجزق تلات اجزاء. شوية جهد يخشه على المقاومة هيبقى سمون في ار. شوية جهد يخشه على الملف هيبقى سمون في ال. شوية جهد يخشه على المكسف هيبقى سمون في سي. واحد نصح كده وبنت شاطرة تقول لي ايه? يا مستر لو انا عايز اجيب الجهد الكل اقدر اجمع الفي ار زائد الفي ال زائد الفي سي ده هيت? اقول لها لا. مش هينفع. هنا بنشتغل جمع اتجاهي ان انا او جمع اتجاهي ازاي يا مستر? ان انا بجيب الجزر التربيعي. الفي ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس ال في سي ناقص الفي ال ده هي تربية. خلوا بالكم. هنا قم نيجي نشتغل كهربا مش بنجمع جمع اتجاهي. يعني ما اقدرش اقول ان الجهد هنا تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة يديني تسعة. لأ. ده احنا هنا عندنا قواعد وحاجات كده حكمانة في دوائر الطير المتغير. لما اجيب جهد كل في الدايرة الكهربية ما اقدرش اجيب جهد كل عن طريق العلاقة الرياضية اللي احنا بنقولها نجمع دزق دزق ده. لأ. لان عندي قاعدة بتقول لي لو انا عندي جهد كل بيساوي ايه الجهد الكل في دايرة فيها تلاتة عناصر. بقول الجزر التربية المربع المقاومة زائد افتح قوس الاكس ال في ال ناقص الفي سي. ايه الفي ال هو الجهد الملف. والفي سي اللي هو جهد المكسف. يبقى التلاتة دول ما باشتغلش عليهم ان انا بجمحهم كده تلاتة وتلاتة او تلاتة زي ما قلت لك لأ. ده هنا بضطر احطهم تحت الجاز واجمع جمع عندنا اسم جمع اتجاهي وده بيجي عن طريق المسلس اللي هنشوفه بعد شوية. تعالوا بقى نمسك الدايرة دي مع بعضنا كده ونقسمها بتلات اجزاء. الجزء الاولاني. انا عندي هنا ايه يا ولاد? مقاومة. المقاومة هنا لما حطها في دايرة الطيار متغير بتعمل ايه? برافو عليكم. بتخلي الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد. الاكس اللي ديت الملف بيقدم الجهد عن الطيار بزاوية تسعين. ايه المكسف بقى بيقدم الطيار عن الجهد بزاوية تسعين. لكن الملف بيقدم الجهد عن الطيار بزاوية تسعين. يبقى هنا الجهد المتقدم هنا الطيار اللي متقدم. المقاومة عاملة ايه بقى? المقاومة ديت ملهاش اي ايه يعني ملهاش اي تأثير علوم كتير. كل اللي بتعمله بتخلي الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد زي ما قلت لكم في بداية الحلقة. تعالوا كده بقى نشوف المتجهات بتاعته. اه ده هو جهد المقاومة اسمه في ار. والطيار اللي ماشي اسمه اي. وده ما قلت لك المقاومة مع الطيار بتخلي الجهد والطيار زي ما قلت لكم في اتفاق وجه واحد. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. هنا بقى الجهد اتقدم عن الطيار بزاوية تسعين. بس انا جهد يا مستر برافو عليك وجهد الملف مين بقى اللي يتأخر اهو شايفين بقى الجهد اللي اتأخر هنا الفي سي يبقى خلوا بالكم بقى من تلات متجهات دول ده المتجه الاولاني قال للجهد والطيار في اتفاق واجه واحد ادام لاتنين كده ماشيين مع بعض كده على الخط واحد يبقى دي مقوم الملف لما يتحط في دايرة طيار متغير بيقدم الجهد عن الطيار بزاوية تسعين اما المكسف لو تحط في دايرة طيار متغير بيقدم الطيار عن الجهد بزاوية تسعين او بياخر الجهد عن الطيار بزاوية تسعين دول التلات عناصر اللي بنشتغل عليه تعالوا بقى اللي نموم مع بعض كده في رسمة واحدة بيقول ليه الراجل بيقول لي الطيار اللي ماشي في الدايرة سابت الطيار في نفس الوجه مع الجهد في حالة المقاومة والطيار بيتأخر تسعين درجة عن الجهد عن طريق الملف الطيار هنا بقى في الرسمة التالتة زي ما قلت لكم يتقدم بزاوية تسعين عن الجهد على طرفي المكسف يبقى انا هنا عندي تلات حالات حالة الاولانية المقاومة بتخلي الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد الملف بيقدم الجهد عن الطيار بزاوية تسعين المكسف بيقدم الطيار عن الجهد بزاوية تسعين او بياخر الجهد بزاوية تسعين تعالوا بقى نشوف الراجل لما حطوهم التلاتة كده مع بعض هيرسمهم ازاي قدل في ارهوت اللي هو جهد ماشي مع الطيار الجهد اللي سابق جهد الملف الجهد اللي اتأخر المحصلة بتاعتهم يعني عن طريف سغورس هنا بقى لو لاحظت هيتلاقي ايه هتلاقي ساهم نازل لتحت كده ومكتوب كلمة في سي هنا بقى افهم الرسمة دي ايه ان المتاجهات هنا ان الجهد والطيار في اتفاق واجه واحد عشان كده رسمتهم هنا على الضلع دهوت اللي هو ضلع المقاوم لقيت ان جهد الملف متقدم بزاوية تسعين فالخط بتاعه راس الساهم طلع على الاعلى هيه ومتقدم بزاوية تسعين عن الطيار الجهد اللي اتأخر مين برافو عليكم جهد المكسف فسمت جهد المكسف الفي سي فالفي سي هنا متأخر بزاوية تسعين درجة عن الطيار المحصلة بتاع الطيار او بتاع الجهد هتساوي ايه الفي توتل احنا درسنا في سغورس في تالت اعدادي ودرسنا في حلقات سابقة ازاي يجيب الضلع التالت دهوت عن طريق ايه زي ما قلت لكم كده هربع الجهد دهوت اللي هو الفي ار دهوت هربعه واقولك الفي ار تربيع زائد الفي ال ناقص الفي سي تربيع يعني ايه الكلام ده يعني انت هتحط جهد المقاومة او الجهد على اطراف المقاومة وتربعه وتفتح قوس وتطرح الجهدين من بعض اللي هو جهد الملف تطرحه من جهد المكسف وتربع الناتج وتجيب الجهاز يطلع الناتج بتاعك الجهد الكل يبأ انا هنا ما قادرش باقى اقول ايه اننا الثلاثة زائد زائد ثلاثة يديني تسع لأ ده انا هربع الثلاثة الاولانية زائد تلاتة ناقص تلاتة لو هم تكلهم بتلاتات يبقى الوضع غير خالص لكن طبعا جهد الملف لازم يكون اكبر من جهد المكسف او العكس ممكن يكون جهد المكسف اكبر من جهد الملف الحالة التانية لو طلب مني جيب الزاوية اللي انا بسميه ساينسيتا زي ما اخدناه قبل كده ان انا هطرح الجهدين من بعض اللي هو جهد المكسف ناقص جهد الملف واقسم على الجهد الكل اخر حاجة لو قال لي في الامتحان او طلبها مني وقال لي هات ايه هات كوزاين فاي اللي احنا بنسميه معامل القدرة بيساوي الجهد على اطراف المقاومة اللي انا بسميه في ار على الجهد فيه يبقى انا لو طلبت منك معامل القدرة من المسلس ده هوت تقسم جهد المقاومة على الجهد الكل ومش شكل ده هوت زي ما قلتلك الفترة اللي فاتت كلها ان اي كوزاين فاي لا جتا فاي لا معامل القدرة بيساوي المجاور على الوطر عن طريق النظريات اللي احنا خدناها في حساب المسلسات طب تعالوا بقى نشوف بقى المسلس التاني اللي هو مسلس المقاومات عندي هنا حاجة اسمها R المقاومة المكسف هنا والملف سابقين ولا متأخرين واحد بيقول لي الملف سابق فسميت الملف XL واحد بيقول لي الملف متأخر المكسف متأخر فهسمي الملف هنا ايه هسميه XC هنا حاجة مهمة جدا يا ولد عايزكم تخلوا بالكم منها الزد دي الزد دي بيسموها الاعاق يبقى المسلس ده اول ما شوفوا الرموز الاتية ال R اللي هي المقاومة ال XL اللي هي الممنعة الاستنتاجية ال XC اللي هي الممنعة السعوية التوتل بتاحهم او المحصلة بتاعتهم بيسموها زد اللي هي الاعاقة زي في صغورس بالزبط هنا مسلس فيه 3 اضلاع بس خلوا بالكم بقى ان ال XL برضو هنا هترحم ال XC وربع واجيب الجازر مع مربع المقاومة زي بالزبط قانون الجهد اللي خدنا من شوي تعالوا بقى نشوفكم زي مفايها تساوي اللي بتساوي المجاور على الوطر سامع بنت شطرة بتقول لي يا مستر المجاور هنا اسمه R والوطر اسمه زد لان احنا اخدنا الكلام ده في رياضة في حساب مسلسات طب لو عايز احسب بقى قيمة ال R اطرح ال XL ناقص ال XC واقسم على تان فاي اللي انا بقول عليها ظل الزاوية يبقى انت لو عندك في المعطيات R دي مجهولة ومديك XL ومديك XC ممكن تجترح XL من XC وتقسمهم على تان الزاوية اللي انا بقول عليها ظل الزاوية اللي انت بتجيبها او بتبقى موجودة في المعطيات طب هات بقى الزد يا مستر خليتها لكم كده للاخر ان اي زد في الدنيا بتساوي الجزر التربيعي لR تربيع زائد افتح قوس ال XL ناقص ال XC الكل تربيع يبقى هافهم من هنا لو الرجل في المعطيات الداني مقومة وملاف يبقى R تربيع زائد XL تربيع زي ما شفنا المثال من شوية لو الداني مكسف ومقومة يبقى R تربيع زائد XC تربيع طب لو الداني بقى الثلاثة قول R تربيع برضو هتبقى زامية اللي اتنين التانين اترحهم من بعض وربحهم وهتلوم الجزر كلهم تجيب الزد اللي انا بقول عليها الاعاقة الكلية للدائرة اللي موجودة عندي طيب لو طلب مني بقى في الامتحان مسلس التالت اللي هو مسلس القدرة انا عندي القدرة زي ما قلتلكم تلات انواع فاكرينهم برافو عليكم ال B القدرة الفعالة ال Q القدرة الغير فعالة ال S القدرة الظاهرية سبتلكم اتنين وقلتلكم كل الحلقات اللي فاتت لو انت عايز تحسب اي قدرة فعالة اضرب مربع الطيار في قيمة المقاومة يبقى القدرة الفعالة لو ملفه مقاومة زي القدرة الفعالة اللي موجودة في الملف والمكسف زي القدرة الفعالة اللي موجودة في الملف والمقاومة كلهم واحد أي تربيع فقار يبقى ال B لو انت عايز تحسبها فأي مسألة سواء كانت ملف ومقاومة أو ملف ومكسف أو أي عنصر يجي لك اضرب مربع الطيار في قيمة المقاومة أو استثل قوي واضرب الجهد في الطيار في كوزين فاي اللي أنا بقول عليها معامل القدرة طب لو طلب منك بقى القدرة الغير فعالة هنا هنقب بقى سنة هنا صغيرة القدرة الغير فعالة هنا اسمها كيو مربع الطيار في الـ لو مقاومة وملف مربع الطيار في الـ لو مقاومة ومكسف لكن مربع الطيار في ال-XL نقص ال-XC لو التلات عناصر موجودين مع بعض او ال-XL اللي هي الممانعة الحسية وال-XC الممانعة الاستنتاجية وممكن اجيبها عن طريق برضو ان انا اضرب الجهد فيه في الطيار I في جيب الزاوية ساينسي اخر حاجة عندنا القدرة الظاهرية ممكن اجيبها مساغورس ايا مستر ممكن نجيبها ان انا اربع ال-B وربع ال-Q واجمع واجيب الجزر هعتبر ده ضلع اسمه ألف B والضلع ده اسمه ألف جيم هربع الضلعين واجيب الجزر زي اي مسألة هندسة كنا بنحلها او اجيبها من طريق تاني ان انا اربع الطيار واضربه في كلمة الزد او مربع الطيار في V او الجزر التربيعي لبيه تربيع زائد ال-Q تربيع التلات قوانين ده همت بيروحوا كلهم ويصبوا في كلمة S اللي انا بسميها قدرة ظاهرية ممكن اجيب كوزاين فاي يا مستر او ممكن اجيب كوزاين فاي ان انا اقسم المجاور على الوطر هتلاقيه في كل التمارين عندك كل اي كوزاين فاي في الدنيا مجاور على الوطر لو مسلس القدرة يبقى بيه على S المسلس اللي فات كان اسمه المقاومات يبقى R على Z لو مكسف الجهد يبقى ال-V-R على V يبقى انا هنا اقدر اجيب كوزاين فاي بتلك حالات حسب المسلس اللي جايلي في المعطيات او حسب نمط المسألة اللي عند يبقى انا هنطلع من هنا بحاجة مهمة جدا ان القدرة الفعالة مربع الطيار في المقاومة القدرة الغير فعالة مربع الطيار في ال-XL-XC لان انا شغال في دايرة فيها تلات عناصر القدرة الظاهرية مربع الطيار في الاعاقة اللي هي ال-V في الاي تربيع اللي هي برضو ممكن اجيبها عن طريق سغورس ان انا اربع القدرة الفعالة وربع القدرة الغير فعالة واجمع الاتنين واجيب الجزري الديني S اللي هي القدرة الظاهرية اي قزين فاي اللي هو معامل القدرة في اي مسألة رياضة مجاور على وطر شوف المجاور هنا اسمه ايه والوطر هنا اسمه ايه وزي ما قلت لك احنا عندنا تلات مسلسات مسلس الجهد ليه قانون مسلس المقاومات ليه قانون مسلس اللي قدامنا ده هو القدرة ليه قانون طيب تعالوا بقى نطبق مسألة عشان يبقى الكلام بتاعنا احنا خدنا الكلام النظر يا مستر تعال بقى نطبق مسألة ونشوفها بتتحلل ازاي بيقول لي ايه بيقول لي وصلت مقاومة ومكسف وملف على التوالي وكانت بيانات الدائرة كان قاتي راح جاي مديني دايرة فاهم قاومة وفاهم لف وفاهم مكسف الجهد اللي داخل في الدائرة كله 24 فولت وقال لي اكس ايه اللي هنا هلب 14 اوم مباشرة الداني المقاومة ب8 اوم الداني الاكس سي ب8 اوم وطلب مني القاتي قال لي ايه بقى قال لي احسب المعاقبة الكلية اللي انا هسميها زد عايز يحسب شدة الطيار اللي انا هقول عليه اي عايز يحسب زاوية الوجه فاي او الزاوية اللي بين الجهد والطيار قد ايه من هنا بقى انا ممكن احلي المسألة دي بمجرد النظر اه طبعا يا مستر ممكن ما خلاص بقى احنا عرفنا اللي لا ايه فيها ويقول ايه الصب حالها انا عندي هنا عايز يحسب الاعاقة مش انا عندي تلات عناصر يبقى الاعاقة دي اسمها زد والمستر قال لنا من شوية ان لو عندي التلات عناصر دول مع بعض هطرح لاثنين دول وربحهم وربع المقاومة اجيب الزد اه يا مستر الموضوع سهل كده اه سهل جدا هتعمل ايه هتقول ار تربيع انا هتربع التمانية وهتطرح التمانية بتاع الاكس سي من الاربعتاشر بتاع الاكس ال واللي يطلح تربعه وتجيب له الجزر مع مربع المقاومة يبقى انت كده جبت الزد اقسم الجهد على الطيار اقسم الجهد على الاعاقة تجيب الطيار زاوية الوجه هتجيب كوزاين فاي وتحولها لشفت كوزاين عن طريق الالة الحزبة يبقى المسألة ممكن احلها بمجرد النظر الموضوع مش موضوع صعب جدا الموضوع سهل قوي قوي الكهربا جميلة جدا للي فهمها للي حبها بيلاقي المسألة ماشية معاها زي الفول تعالوا كده بقى نشوف المسألة اللي حلناها في كده في ديئة هيحلها لنا ازاي بيقول لي المقاومة بتمانية والاكس ال باربعتاشر والاكس سي بتمانية والجهد الكلي باربعة وعشرين فولت هتلي الاعاقة زد هتلي الطيار اي هتلي فاي اللي هي زاوية الوجه بين الجهد والطيار في الدائرة اللي قدامك اول حاجة برافو عليكم انت هتقول لي هجيب الزد الاول يا مستر عن طريق ان انا هربع المقاومة زائد الاكس ال نقص الاكس سي كل تربيع لازم تطرحهم الاتنين من بعض الاول واللي يطلح تربعه وتجمعه على مربع المقاومة وتجمع بقى لحاسبة تحت الجهاز يطلع الناتج مباشرة زي ما شفنا هنا بقى جاب التمانية بتاع المقاومة ربعها حط الاكس ال باربعتاشر حط الاكس سي بتمانية طرح الاتنين دول من بعض يعني اما نطرح تمانية من اربعتاشر يديني ستة ي يبقى ديها تبقى ستة وتلاتين زيادة اربعة وستين يطلع مية جزر المية عشرة يعني الناتج هنا المفروض يطلع بعشرة عشان كده قال للطيار بيساوي الجهد على الاعاقة اهوت الجهد باربعة وعشرين والاعاقة زي ما عملناها تحت الجزر تلعب بعشرة يطلع الناتج اتنين واربعة من عشرة امبير يبقى انا جبت الاعاقة وجبت الطيار المطلوب اللي بعد كده بيقول لي ايه بيقول لي احسب كوزاين فاي اي كوزاين فاي اولاد في الدنيا مجاور على وطر انت شغال على مسلس الايه? المتاح لك ايه? متاح لك ار ومتاح لك زد اللي انت لسه جايبها. فبراء. طب لو انت عندك الجهد بتاع المقاومة والجهد الكلي موك نقسم الجهد الكلي او جهد المقاومة على الجهد الكلي اجيب كوزاين فاي. وموك نقسم البيع الاس اجيب برضو كوزاين فاي. كل الطرق بتود الرومة زي ما بيقول كده يبقى معامل القدرة هنا هتقسم الار على الزد. الار بتمانية والزد لسه انطلعناها من شوية بعشرة. لما نقسم تمانية من عشرة يطلع الناتج تمانية من عشرة. ومعظم معاملات القدرة في جميع الدوائر القاربية بتكون اقل من الواحد الصحيح. ما فيش معامل القدرة بيساوي الواحد اللي في حالة واحدة بس. اللي هي في حالة الاحمال المادية. يعني الاحمال كلها بكون مقاومات او مصابيح. يعني احمال مادية بحتة. معامل القدرة هنا بيكون الواحد الصحيح. غير كده معامل القدرة دايما بيكون يا اما متقدم يا اما متأخر بس ما يسويش الواحد اللي في حالة المقاومات او الاحمال المادية فقط. طب انا دلوقتي مش طالب منك معامل القدرة. ده انا عايز زاوية الوجه. زي ما قلت لك كده هتقول شيفت قزين او تمسك الآلة الحزبة بتاعتك. تضغط على زرار شيفت قزين اللي هي تمانية من عشرة. يطلع الناتج ستة وتلاتين وستة وتمانين من مية درجة. وكده ديت الزاوية الكهربية بين الجهد والطيار. جبتها عن طريق معامل القدرة. ودي حتة مهمة جدا. ما نتعبش نفسك. هك معامل القدرة الاول اقسم الدرعين على بعض. لو اقار على زد. الناتج اللي طلع ده هو. اضغط على كلمة شيفت تان. يطلع الناتج درجات. يبقى انا كده جبت الزاوية الكهربية اللي هي زاوية الوجه الموجودة عندي. طيب. تعالوا بقى ننقل على حاجة تانية جدا. استنتاج حالة الرنين في دوائر التوالي. قبل ما نتكلم بقى عن الرنين في حالة التوالي. تعالوا كده نطلع ببعض المعلومات اللي اشتغلنا عليها في الحلقة دية والحلقة السابقة على دوائر الطيار المتردد. الراجل بيقول لي ايه? بيقول احنا عندنا مقاومة وملف ومكسف. لو انا موجود في الدائرة عند مقاومة المقاومة في اي دائرة كهربية بالذات في الطيار المتغير بتخلي الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد. اما ازا كان الموجود عندي ملف بيخلي الجهد متقدم عن الطيار بزاوية تسعين درجة. اما في حالة وجود مكسف فان الطيار يتقدم عن الجهد بزاوية تسعين درجة ودول التلات حالات. عملنا مكسي كده بقى ايه المكسي ده? خدنا المقاومة مع الملف? خدنا المقاومة مع المكسف? خدنا التلاتة مع بعض. يعني احنا دلوقتي شغلين على ايه? ان احنا خدنا اولانية خالص المقاومة مع الملف واشتغلنا عليه. بعد كده خدنا المقاومة مع المكسف واشتغلنا عليه. بعد كده عملنا مكسي كده بين التلاتة. جبنا مقاومة وملف ومكسف. لقينا في بعض التغيرات اللي حصلت في الدائرة الكهربية ان المقاومة بتخلي الجهد والطيار في اتفاق. جهد المكسف بيتأخر عن الطيار بزاوة تسعين. اما جهد الملاف يتقدم عن الطيار بزاوة تسعين. ورسمنا المتجهات والمسلسات التلاتة دول المهمين جدا. مسلس القدرة. اللي هي التلات اضلع بتوع المهمين. اللي هي البي الفعالة. والقيو الغير فعالة. والس اللي هي الزهرية. اشتغلنا على المقاومات. وقلنا انا عندي في الدايرة هنا بقى اصبحت ادام اشتغلت على ثلاث عناصر. اصبحت الدايرة بقى فيها ثلاث ممانعات او بقى فيها ثلاث مقاومات. المقاومة ار. الاكس ايه اللي هي الممانعة الاستنتاجية. الاكس سي اللي هي الممانعة السعوية. والتلاتة دول زي ما قلتلك لو توجدوا في دايرة ما بيش اي مشكلة خالص. كل اللي انت هتعمله. هتشتغل على القوانين اللي احنا خدناها من شوية مسائل الرياضة. هنتعرف بقى للجزء ده مهم جدا في حلقتنا النهاردة اللي هي دوائر الرانين. يعني ايه دايرة رانين اصلا? لو انا جبت دايرة فيها مقاومة وملاف ومكسف وزهر بعض العناصر اللي يعني ايه لو لو في شروط كده عشان يحصل رانين. ايه بقى الرانين ده? يعني ايه رانين اصلا? الرانين دا يا اولاد يعني كده معنا بسيط كده بتدارك كده بتاعنا ان الدايرة يحصل لها حالة كده ايه? ريفريش كتلاقها زغرطت. اه دايرة تزغرت اه دايرة بتزغرت. بتزغرت ازاي كده? تسمع لها صوت رانين رهيب. في حالة ايه بقى الرانين ده هو بيستغل في ايه? بيشتغل في دوائر الراديو والتلفزيون. يبقى انت مش بتدرس الحاجات دي عشان تتعذب رياضة زي ما انت بتقول كده والرياضة والمصطلحات لا. ده احنا بنوصل لحاجة. ان احنا اخدنا المقامة الاول درسناها كويس. المكسف الملف. لمينا التلاتة مع بعض كويس. عرفنا الدايرة بممكن لو وصلنا الدايرة دي توالي. التلاتة عناصر جمع بعض. يحصل حاجة اسمها رانين في الدائرة الكهربية. ولو حصل رانين في دائرة التوالي. بيحصل حاجة مهمة جدا عندنا بقى اللي هي دوائر الراديو والتلفزيون تسمع الازاعات بقى. ساعات كده وانت قاعد مسلا في العربية مشغل ازاعة او في البيت عندك او في اي حتة او التردد حتى بتاع قناه من القنوات المعينة. يقول لك التردد بيسوي كذا. لازم التردد ده تحطه عشان يجيب لك الباقة كاملة او المجموعة كاملة. لو انت زودت حاجة او قليلت حاجة التردد ما يجيب لكش حاجة او ما يجيبش اشارة. اللي بيعمل ده بقى مين? دوائر الرمين في التلفزيون او في او اللي احنا هندرسها ان شاء الله بازن الله بعد شوية دوائر الراديو او التحكم او دوائر الراديو والتلفزيون ودي من اهم العناصر اللي بيشتغل فيها الرمين. الراديو كده بيوش كده شوية تفضل تحرك المؤشر بتاعك لغات لما يجي عندي ازاعها معينة وتسمحها صافية. لكن لو فينا غباشة كده بتاع تفضل تحرك تحرك لما يحصل رمين تسمع الصوت كويس. يبقى الرمين يحصل تسمع الصوت بيور الصوت نقي تعرف بقى تفسق يعني ايه يعني يفصل لك بقى الازعاف دي عن بعضها. لان ده كله طبعا ده عبر الاسير كله الهوى تلاقي ازاعة هنا وازاعة هنا وازاعة هنا فانت عايز زاعة معينة بيتزبط ترددتها يعني رانينها تسمع الشرق الاوسط تسمع القرآن الكريم تسمع الزعك شاب ورياضة زي ما انت عايز هتسمعه لانك انت طالب ديت بالزبط. عشان كده الدايرة دي مهمة جدا في شغلنا. طب انت احنا بنشتغل خلوا بالكو مع التركيبات الكهربية مع زمائلنا في الاتصالات او الالكترونيات مع زمائلنا في الحاسبات. فالحاجات دي تبقى تأسيس ليه ومعشان بعد كده ان شاء الله في سنة تانية هنبني على الدوائر ديت لما نطلع ان شاء الله اقسام الكترونيات او نطلع اقسام حاسبات. طيب دوائر الرانين كده عشان ما نطولش عليكم. احنا اتفقنا مع بعضنا ان الرانين بيحصل يبقى لازم له شروط. طب امتى يكون فيه رانين اصلا? ادايرة الرانين دي عبارة عن ايه? عبارة عن مقاومة وملاف ومكسب. بخطوا من التلاتة كده واشبكوا مع طيار متغير. يحصل رانين امتى بقى? لما يتحقق لي اكتر من ستة او سبعة شروط. الدايرة دي بتقى في حالة رانين تسمع الموجة تسمع الازاعة تتفرج على الماتش زي ما انت عايز. بيجي لك الحاجة اللي انت عايزها بالزبط. هنا بقى بيقول لي ايه? بيقول لي في حالة الدايرة المكونة من ملاف اللي هو الاكس ال والمقاومة الار والمكاسف اكس سي. اذا كانت بقى الاكس سي بتساوي الاكس ال. خلوا بالكم. ادي اول شرطه. الاكس سي اللي هي الممانعة السعوية. بتساوي الممانعة الاستنتاجية. فان الممانعة الكلية ار بتساوي زد ينهر بيض. ار اللي هي الصغيرة. بتساوي الاعاقة الكبيرة اللي كنا بنجيبها تحت الجزر من شوية. اه القيمة دي لو تلاتة يبقى دي تلاتة. لو دي اربعة يبقى دي اربعة. ويصبح الجهد في الحالة ده هي منطبقا في الوجه مع الطيار. يبقى الدائرة كلها اصبحت مقاومة. ان الجهد مع الطيار لده سابق ولا ده متأخر. ويقال ان الدائرة في حالة رانين. يبقى الدايرة امتى يكون في حالة رانين? لو حصل بعض المعجزات اللي احنا اتفقنا عليها. ان الاكس اللي تساوت الاكس سي. يعني الممانعة دي تساوت الممانعة دي. الاعاقة الكلية بتاعة الدايرة. تخيل المقاومة الكلية بتاعة الدايرة. بتساوي كمت المقاومة ار. الجهد في اتفاق وجه واحد مع الطيار. يعني الزاوية اللي بينهم صف الدايرة في حالة رانين طب تعالوا كده نتفرج على الدايرة اللي في حالة الرانين دي هاتشروط هي LXL بتساوي LXC يعني ايه يعني 2BFL بتساوي 1 على 2BFC يعني ايه الكلام ده يا مستر مش احنا من شوية قلنا LXL في اي دايرة كهربية بتساوي 2BFL والXC بتساوي 1 على 2BFC انت قلت لي في رانين يبقى لتنين دول بيساوي بعض تعالوا كده بقى نشتغل رياضة لو انا اشتغلت رياضة وربحت الطرفين طلعت F تربيع برا هتساوي 1 على 2 في 2 يدينا 4 باي في باي بقى باي تربيع L لما اضربها في C تطلع بLC كده انا جبت F تربيع طب لو عايز اطير التربيع اجيب الجزر التربيع الF يطلع الناتج بيقول لي ان تردد الرانين بيساوي 1 على 2BGLC من هنا بقى لو جالي في الامتحان وقال لي اثبت ان تردد الرانين بيساوي 1 على 2 باي جزر L C من غير ما تتعب نفسك انت عندك فيه شرط مهم جدا عشان يحصل رانين في الدايرة زي ما المستر قال لنا الXL بيساوي الXC طب ما احنا اخدنا الXL دي في مسائل كتير قوي بتساوي 2 باي FL وخدنا الXC بتساوي 1 على 2 باي FC اوتوماتيك شغل رياضة بقى اعمل ايه ربع الطرفين او طلع F تربيع دي او اضرب F في F بF تربيع 2 في 2 باربعة باي في باي باي تربيع الجزر L C ديني L C طب انا عايز اخلص من كلمة تربيع شغل الرياضة بيقول لنا زمان في الابتداء والاعداء دي لو انت عايز تفك التربيع هات الجزر التربيع للطرفين فالجزر التربيع الF تربيع هيطلع بF الجزر التربيع للواحد هو الواحد الجزر التربيع الاربعة يطلع باتنين الجزر التربيع البي تربيع يطلع ببي الLC دي بقى تحت الجزر تنزل لاني ملهمش جزر اصلا دلوقتي او ما اقدرش افكوهم فاللي ما افكوش احطه تحت الجزر يبقى انا كده اجيب التردد الرنين ويبقى دايما بالهيرتز او بالميجاهيرتز او بالكيلوهيرتز حسب المعطيات بتاعتك او حسب المسألة بتاعتك اللي تستعمل هذه الدائرة عمليا في دوائر الراديو والتحكم الآلي اي تحكم في اي خط انتاج في اي شركة في اي مصنع اللي هو التحكم الآلي بيتم عن طريق الرنين الدائرة القهربية او في دوائر الراديو والتلفزيون زي ما قلتلكم من شوية اللي انا اقدر افصل ازاعة بازاعة او اسمع الازاعة دي وما اسمعش الازاعة التانية بقول لي اذا اذكر ان الدائرة في حالة رنين تكون التعبيرات الادية صحيحة انا هنا هطلع بمصطلع الشروط اللي بيحصل فيها رنين اول شرط العقل كلية بتسوى ار يعني زد بتسوى ار الشرط التاني جهد المنبع بيسوى جهد المقاومة تخيلوا الدايرة الجهد اللي داخل فيها كله بيسوى الجهد على المقاومة يبقى هنا اعجاز ان الجهد الكل بتاعة الدايرة الكهربية بيسوى جهد المقاومة يبقى الدايرة في حالة رنين على طول الشرط التالت ان معامل القدرة بيسوى واحد ودي حالة زي ما قلتلكم من شوية ان ما فيش معامل القدرة في الدنيا بواحد الا في حالة الاحمال المادية يبقى معامل القدرة دايما بيبقى رقم صغير تمانية من عشرة تسعة وتسعين من مية تسعمية تسع وتسعين من عشر تلاف او من الف لازم يطلع علم الواحد الصحيح اذا حدث رانين او في دوار او في دوار ما يكون الدائرة بتاعتنا احمال مادية بس معامل القدرة بيساوي واحد وده شرط من شروط الرانين عندنا ان كوزين فاي او معامل القدرة يطلع بواحد زوية الوجه بين الجهد والطيار بتساوي زيرو يعني ايه يعني الجهد والطيار زي ما قلتلكم في اتفاق واجه واحد يبقى الدائرة كلها اصبحت كمقومة كبيرة القدرة الغير فعالة اللي هي كيو بتساوي صفر بعد كده الطيار متوافق مع الجهد زي ما قلتلك او يقال في نفس الوجه يعني الزوية اللي بينهم صفر القدرة الفعالة بتساوي القدرة الظاهرية يعني البي بتساوي الاس وديها بتحصلش في كل الدوار اللي فاتت الا اذا حدث رانين في هذه الدائرة اللي محتوية على تلات عناصر يبقى دي الشروط كلها شروط الرانين ولو قلتلك في الامتحان قل لي ايه شروط الرانين هتقول الكلمتين ده همت ببساطة جدا بيقول لي ايه بقى في دائرة للرانين وجد ان معامل الحس للملف واحد من مية هنري يعني الدانيل اكس ال ولا ال برافو عليكم ادام بالهنري تبقى ال بواحد من مية وساعة المكسف ميت ميكرو فراد عايز تردد الرانين عايز ايه تردد الرانين تعالوا كده نطلع المعطيات مع بعضنا ال بواحد من مية هنري السي بميت ميكرو فراد التردد بتاع الرانين هسميه اف او او اف بس مش مشكلة بس ابقى عارف ان ده تردد الرانين من شوية ثبتنا ان تردد الرانين في اي دايل التوالي بيساوي واحد على اتنين باي جزر الف سي كل اللي انت هتعمله هتشيل الواحد وتنزل بيه هتشيل اتنين باي وتنزل بيها وتقول الجزر التربيع بقى وهنا هنقف شوية واحد من مية نزلت زي ما هي هي الميت ميكرو فراد قلتلكوا لما كنا شغالين في المكسفات ما ينفعش اخلي السعب الميكرو فراد فبدربها في عشرة او سالب ستة عشان احولها من ميكرو فراد لفراد ودي حتة مهمة جدا مش عايزكوا تنسوها ابدا اني عند الميكرو فراد بدربه في عشرة او سالب ستة عشان احولوا من ميكرو فراد لفراد تعالوا بقى كده اشتغل بقى لحزب على طول يطلع الناتج مية تسعة وخمسين هيرتز او زبزبع السانية وده تردد الرنين او التردد اللي هيحصل فيه رنين في الحالة دي. يبقى انا كده خط تطبيق ازا يحصل تردد الرنين وايه شروط الرنين وامتى يحصل في الدايرة الرنين ويعنيه رنين وبيستخدم فيه الرنين كمان. تعالوا بقى نشوف التوصيل على التوازي. احنا قطعنا الشرط اللي فاد ده كله كان توالي. كان مقاومة مع مكسف. التلاتة مع بعض كده. ده كله كان اسمه متوصيل على التوالي. هنشتغل بقى مع بعضنا الجزء ده. ازاي نوصل الدوائر دي توازي. واحنا فينا من كده. اه فينا من كده. مش احنا اتفاقنا مع بعضنا. طول ما احنا شغالين كهربا فيه جديد. طيب انا اشتغلت توالي. طيب استردنا نحط مؤسسة صناعية ولا حاجة? وفي حاجة عندي متوصلة على التوازي. لازم اكون عارف شغلي فيها ازاي? يبقى انا لازم كل حاجة. ومش شرط بقى يعني احنا مش بناخدها برضو بالتفاصيل. يعني لا احنا بناخد اشرة بسيطة. عشان ابقى عارف لو انا حطيت ملف في التوالي يعمل ايه? ولو حطيته في التوازي يعملي. ولو حطيت مقاومة في التوالي تعمل ايه? وفي التوازي تعملي. ابقى عامل ابن وقارنة او الدفرانتي في دماغي بحيث ان انا ان انا بعد سنتين او تلاتة هتعرض مسلا التعليم عالي او هطلع مسلا في الشركة او مؤسسة صناعية. هشتغل فن تركيبات كهربية او فن حاسبات او فن الالكترونيات. او انا حتى لو فتحت مشروع كده وشغال بصلح بردات وحاجات من دي. ابقى ملمي بالحاجات دي. عايز طيار كبير اوصل توالي ولا توازي. عايز طيار صغير اوصل توالي ولا توازي. امت حط سعة مكسف كبيرة? امت حط سعة مكسف صغيرة? كل الحاجات ديت مش عايزين هناخدها في منهج. على اننا هناخد سنة وتعدي وننجح وخلاص. لا. ده الفكرة ان احنا بنقسس كهرباء عشان اللي جاي بعد كده يا ولاد تانية وتالتة ان شاء الله. والتعليم العالي. وبعد كده الحالة العملية بتاعتنا اللي بندرسيها. الجزء ده هو بيكون سند لي او او ارض صلبة بعض الشيء. اقدر اقف عليها. واقدر اقول انا فن تركيبات كهربية. وفاهم شوية كهرباء. طيب. الراجل هنا بيقول لي بقى احنا خدنا التواصيل على التوالي. وطلعنا منه بشوية نقطة. ان المقاومة مع الملف. والمقاومة مع المكسب. والمقاومة مع الملف مع المكسب. لما عملنا ميكس. طلعنا بشوية قواعد وشوية قوانين. وحلينا بعض التطبيقات. دخلنا على حتة مهمة جدا. ووقفنا في محطة التحكم الالي. والدوائر الرانين. او دوائر الراديو. قلنا دوائر الراديو. ودوائر التحكم الالي. اللي بيشغلها مين برافو عليكم دوائر الرانين وزي ما ادينا امثلة كده النغباشة او الصوت اللي بقى مشاوشر كده في الايه في الراديو بتاعي عشان ازبطه صح ازبط الرانين يحصل هنا الدائرة تزغرب تسمع القناة او تسمع او تسمع الحاجة اللي انت عايزة دوائر الرانين توالي شرط يكون فيه مقامة وملف ومكسف فبقى فيه رانين توازي اه طبعا فيه رانين توازي يعني احنا نشتغل رانين توالي وناخد استخداماته وبعد شوية لما نشتغل بس يعني ايه دوائر توازي وايه الفرق بين التوالي والتوازي ونسجله كده في نوتس صغير هنطلع بحتة حلوة قوي بيقول لي برضو فيه رانين عندي في التوازي وفيه رانين في التوالي وهنعمل مقارنة صغيرة بينهم كده يبقى احنا كده قطاع نشط حلوة قوي 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 الترميدة طب تعالوا كده بقى بيقول لي لو انا جبتم قاومة وملف على التوازي تعالوا ياعمل حاج كده قول لي ايه لا هيحصل خلوا بالكم الرئاس مالية بيقول لي ايه بيقول لي هنا توصيل المقاومة والملف على التوازي انا عندي هنا هفكرك كده بسرعة مش الدايرة دي توازي هو يعني ايه توازي يامستر مش احنا اتفقنا مع بعضنا لو خدت البدايات مع بعضها والنهايات مع بعضها يديني داير التوازي تمام كده يبقى انا خدت ملافة هوت بدايته مع بداية المقاومة ونهايته مع نهاية المقاومة وخدتهم الاتنين كده على المنبع على طول زي البيت اللي عندي والبيت اللي صادي والبيت اللي والشقة اللي فوقي والشقة اللي تحتي كله متوصل في الدايرة توازية. هنا ايه اللي بيحصل بقى? الطيار هنا بيتجزق جزئين. هناك كان الجهد. يبقى اول ملحوظة هي. ان الجهد هناك كان متقسم. شوية جهد هنا وشوية جهد هنا. لكن هنا الجهد هنا سيبت مكانه ما تقسمش. مين بقى اللي تقسم يا ولاد? الطيار هو اللي الجزق. فشوية طيار دخلوا على المقاومة. وشوي الطيار دخلوا على الملف. الطيار اللي ماشي في المقاومة هسميه اي ار. الطيار اللي ماشي في الملف هسميه اي ال. والجهد زي ما قلتلكه قبل كده وهفضل اقول ان الجهد في حالة التوازي سابت. اما الطيار يتجزأ واعكس في التوالي. ايه بقى اللي بيحصل لو انا حطيت مقاومة وملف? تعالوا نشوفوا المتجهات. المقاومة زي ما قلتلك. ما لهاش اي شغلة جميلة جدا بتخلي الجهد اهو. والطيار في اتفاق وجه واحد. ما هو الكلام ده احنا لسه اخدينه من شوية. في التوالي وهو في التوازي. يعني هناك اللي كان بيحصل ايه? الطيار هو اللي كان سابت والجهد هو اللي الجزأ. هنا العكس. الطيار هنا اللي الجزأ والجهد هنا اللي سابت. فعشان كده سميت هنا ال اي ارج. طيار المقاومة والجهد الكل اسمه فيه. والاتنين في اتفاق وجه واحدة هما. لان المقاومة لما تتحط في داير الطيار متغير. سوى توالي بقى مع حاجة او توازي مع حاجة بتخلي الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل. هنا طيار الملف اتأخر عن الجهد بزاوية تسعين. هناك كان باشتغل على جهود. كنت بقول جهد جهد الملف متقدم عن الطيار بزاوية تسعين. هنا هقولي بقى طيار الملف متأخر عن الجهد بزاوية تسعين. سجل النوتس ده كويس. وخلي بالك منه عشان ده شغلك بقى اللي جاي بعد كده. اعمل بقى مسلسة. في صغورس برضو. ورانا ورانا او ورانا ورانا. الموضوع مش محتاج اي صعوب. هاتلي المواطر. اي واطر في الدنيا بيساوي ايه? بيساوي الضلع ده اهو زائد الضلع ده اهو. لو عايز تحسب الطيار اللي ماشي في الدايرة. خلي بالك كده ان الطيار هنا مش هتقول تلاتة واربعة يديني سابعة. لا. ده انت هتربع جهد. هتربع طيار المقاومة. وتربع طيار الملف. وتجمع الاتنين وتجيب الجزر يديك الطيار الكلي. زيه زي الجهد اللي لسه واخدينه من شوية في التطبيقات اللي فات. يبقى الطيار هنا هيساوي ايه? مربع الطيار بتاع المقاومة اللي انا هسميه اي ار تربيع. زائد مربع الطيار بتاع الملف اللي انا هسميه لتربيع اجمع الاتنين اجمع حات الجزء حات الطيار الكلي اللي ماشي في الدايرة طيب تعالوا بقى نشوف كده برضو حاجة تانية هنا انا قال لي ايه اللي هوت واي ار والتوتل بتاعهم الاي كلي ودي الزاوية اللي بين الجهد والطيار اللي هي زاوية فاي سمى المسلس ده هوت مسلس الطيار زي ما قلت لك من من لحظات ان الطيار لو عايز تحسبه فاي دايرة كهربية ما تتعبش نفسك ربع الضلع ده هو وربع الضلع ده وده الضلع يا مستر يعني قلب به جيم دال لأ ده كل الفكرة ان انت بدل ما تكتب قلب به هتكتب اي ار بدل ما تكتب به جيم هتكتب اي ال بدل ما تكتب الف جيم هتكتب اي يبقى زي في صغرس بالزبط مربع الضلعين يجيب لك مربع الضلع الثالث وجيب الجزء ليبقى انت جده جبت الضلع الثالث اللي انا بسميه الطيار طب لو طلب منك بقى معامل القدرة او جاتا فاي الزوني. جاتا اللي هي المجاور على الوطر. المجاور هنا اسمه ايه? اي ار. والوطر اسمه اي. يبقى انت لو اسمت اي ار على الطيار يديك معامل القدرة اللي انا بسميه كوزين فاي او جاتا فاي. طيب يا مستر. هاتلي كده بقى مسلس تاني عشان نشوف برضو الدنيا عاملة ازاي. يقول لي بقى ايه? عندنا برضو مسلس القدرة. خلوا بالكم. مسلس القدرة اللي هو البي والقيو والاس. لو ضربنا اضلع مسلس الطيار في الجهد تجيب القدرة. بسيطة? اه بسيطة. يعني انت لو مسكت المسلس اللي فات ده هو. ضربته في الجهد تجيب القدرة على طول. ازاي? تعالوا كده نشوف. مش الضلع الاولاني كان اسمه اي ار و في لان الجهده اضطر في اتفاق وجه واحد. فلو انا ضربت الطيار بتاع المقاومة في قيمة الجهد يديني القدرة الفعالة. ولو ضربت الاي ال في الفي يديني القدرة الغير فعالة. لو تلاحظوا من شوي. الضلع اللي فات كان اسمه هنا اي ار. والضلع ده هو كان اسمه اي ال. كل اللي انا عملته عشان اجيب المسلس بتاع القدرة اضرب اضلع مسلس الطيار اللي فات ده هو في قيمة في. يبقى انا لو ضربت اي ار في يديني بي. ولو ضربت اي ال في يديني كيو. هات التوتل بتاعهم اللي هي المحصلة بتاعتهم. لو انا جبت الاس اللي هي القدرة الظاهرية هضرب الاي في الفي لان الضلع اللي فات ده كان هنا لو تفتكروا الوطر هيك كان اسمه I فانا زودت هنا كلمة V ان انا ضربت الطيار في الجهد اداني القدرة الظاهرية طيب يبقى هنا هقوله القدرة الفعالة بتسوي IR في V القدرة الغير فعالة IL في V القدرة الظاهرية بتسوي I في V او الجزر التربيعي لB تربيع زائد Q تربيع لان دي وطر فبتتعامل معاملة الرياضة مفيش اي مشكلة وهفكرك بالرموز ال B قدرة فعالة IR طيار المقاومة الفي الجهد الكلي ال IL او القدرة الغير فعالة اسمها ال IL اللي هو طيار الملف الفي الجهد الكلي ال S القدرة الظاهرية الفي اللي هو الطيار الكل اللي ماش напис uk ال D القدرة إيه W وربع ال B وربع القيو واجمع واجيب الجزر يديني القدرة الظاهرية تعالوا ناخد حاجة تانية بقى احنا خدنا المقاومة مع ال ملاف تعالوا بهينا نشتغل مقاومة ومكسف ونشوف ايه لا يحصل نفس الكلام برضو الجهد هنا ولا تثابتة هوا الطيار برضو هيتقسم فرعين الفرع الاولان هسميه IR الفرع التاني هسميه IC يبقى اول حاجة عايزك تعرف ان الـ I ده هيت لما تيجي تتقسم هتتجزق جزئين IR و IC تعالوا بقى بينا برضو ناخد بعض المصطلحات الكهربية اللي عندنا الجهد برضو هوت ماشي مع الطيار لان المقاومة بتقولي ان الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد هتلاحظ ايه بقى هتلاحظ هنا ان المقاومة ده هيت او الطيار بتاع المكسف اتقدم عن الطيار بزاوية تسعين ودي مش جديدة لانه لسه واخدنا حتى في التوالي ان لو عندي مكسف موجود في الدائرة الكهربية الطيار على اطراف المكسف يتقدم عن الجهد بزاوية تسعين درجة يبقى المسلس كل اللي انت عملته هناك كان الطيار متأخر في حالة الملف هنا الطيار هتقدم في حالة المكسف هتجمع وجيب الجزر التربيعي نفسي الكلام برضو هيبقى الـ I بتساوي الجزر التربيعي لـ IR تربيع زائد الـ IC تربيع لانه هشيل كلمة IL هناك وحط مكانها IC عشان انا شغال على مكسف بيقول لي ايه بقى بيقول لي الطيار الكل في الدائرة متقدم عن الجهد بزاوية مقدارها تسعين درجة اللي انا بسميها سيتا يبقى الطيار لو عايز تجيبه قول لي مربع الطيار اللي ماشي في المقاومة زائد مربع الطيار اللي ماشي في المكسف تحت الجزر يبقى زائف ساورس بالزبط هربع الضلع ده هو وربع الضلع ده هو واجمع واجيب الجزر طب هات معامل القدرة يا مستر مفيش مشكلة المجاور على الوطر المجاور هنا اسمه ايه برفع عليك و-IR والوطر هنا اسمه I يبقى انا لو اسمت جهد طيار المقاومة ال-IR على الطيار الكل I يديني معامل القدرة او يديني جتا فاي او كوزين فاي او معامل القدرة زي ما بنقول في المسائل نفس الكلام برضو لو عايز اجيب مسلس القدرة اضرب المسلس اللي فات في الجهد الكهرابي يبقى نفس الكلام برضو لو انا ضربت ال-IR في ال-V يديني القدرة الفعالة ولو ضربت ال-V في ال-IC يديني القدرة الغير فعالة ولو ضربت ال-I في ال-V يديني القدرة الزهرية ده مسلس الطيارة هواة اللي احنا لسه ياخدينه منه شوية تعال بقى اضربه في مين في V ايه اللي هيحصل ال-B هنا وهنا